موسيقى سلام عليكم مشاهدينا كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم أهلا بكم في نشراتنا الإخبارية ونبدأ بالعنوين البرهان يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان الفضيل الطهر حجر يطمئن على ترتيبات حجه هذا العام جهود لإعادة تأهيل مشروع السوق الزراعي موسيقى أهلا بكم مشاهدينا كل عام وأنتم بخير نبدأ الأخبار هنأ السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عموم الشعب السوداني وأفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنتشرون على كافة أنحاء البلاد بحلول شهر رمضان الفضيل وتضرع سيادته للمولى عز وجل أن يجعل مقدمه الميمون رحمة وبركة وخيرا على بلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة وأن يتقبل شهدائنا وجرحانا وأن يجنعم أو ينعم الوطن بالأمن والاستقرار اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر على استعدادات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لموسم حج 1444 للهجرة وترتيبات الجارية لإعلان الإجراءات جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد اللجنة التنسيقية العليا لترتيبات حج 1444 للهجرة وأوضح الأستاذ عبد العاطي أحمد عباس وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا ضافيا لعضو المجلس السيادي حول ترتيبات تنظيم حج هذا العام من حيث الإسكان والإطعام والمشاعر والتكلفة مبينا أنه اطمأن على جميع الخدمات التي تقدم للحجيج منذ خروجه من بيته وحتى عودته من الأراضي المقدسة وقال عبد العاطي أن اللقاء تطرق للإشكالات التي تواجه الحاج في بعض النواقل والتحويلات مضيفا مع عضو السيادي وعد بتذليل كل هذه العقبات وحقيقة كان النغاش والاجتماع حول حج 1444 تناول الاجتماع ترتيبات حج 1444 من حيث الإسكان من حيث الإطعام من حيث المشاعر من حيث التكلفة التكلفة في المملكة العربية السعودية والتكلفة في السودان والحمد لله كل التفاصيل أطلعنا السيدة العضو عليها والحمد لله توفقنا وأكد وطمنا واطمأن على جميع الخدمات التي تقدم للحاج منذ خروجه من بيته وحتى عودته إلى بيته سالما قانما بإذن الله كذلك تعرضنا في هذا الاجتماع للإشكالات التي تواجه الحاج في بعض النواقل والحمد لله وعد وكذلك التحويلات وعد بتذليل هذه العقبات نحن من هذا المنبر نبشر أهلنا في السودان أن هذا الحج إن شاء الله سوف يكون حج مميزا حجا نرجو له نجاحا ونرجو له قبل ذلك قبولا عند الله وقف عضو مجلس السيدة الانتقالية سر العطة على مجمل الأوضاع بولاية جنوب دارفور جاء ذلك في إطار زيارته لتشريف حفل تخريج الدفعة المكملة للدفعة الأولى للقوات المشتركة لحفظ الأمن والمعنية بحماية المدنيين بدارفور واستمع سيادته إلى تنوير شابل من لجنة أمن الولاية حول استقرار الأوضاع الأمنية وأكد العطة أن السودان يسير بصورة طيبة نحو الاستقرار والتوافق السياسي كانت هذه الزيارة حقيقة الغرض منها تخريج الدفعة باء المكملة لقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين الذين تم تخرجهم العام الماضي في مدينة الفاشر في جريد السيل هذه الزيارة حقيقة حضرة بمعية السعادة قضو مجلس السيادة ياسر العطة سعادة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل رئيس مدير عام جهاز الأمن والمخابرات العامة وكذلك الفريق عبد المحمود وكذلك أدد من القيادات الرفيعة من الطوات المسلحة والأقوة في اللجنة العليا للترتيبات الأمنية وحضر معهم معالي سفير المملكة العربية السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن جعفر وعدد من المسؤولين الحقيقة كانت هذه الفرصة لتخريج الدفعة بعدد 628 فرد هذه القوات اعتبر إطافة كبيرة لقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين ونحن في ولاية جنوب دارفور تشرطنا اليوم بهذه زيارة الرفيعة وقف من خلالها أضو مجلس السيادة سعادة الفريق أول وقل ياسر العطة على مجمل الأوضاع في الولاية واستمع إلى تنوير شامل من لجنة أمن ولاية جنوب دارفور حول الأوضاع الأمنية في الولاية والاستقرار أكد ممثل وزير العدل إبراهيم محمد أحمد دريج أن التدريب يمثل أساسا متين لرفع القدرات وتقديم خدمة ممتازة للمواطنين جاء ذلك لدى مخاطبته أمسال ورشة تدريبية المتخصصة بعنوان التدريب الحاضر والمستقبل والتي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدلة وأشاد بتطور والحراك والدور الكبير الذي تقوم به إدارة التدريب داعيا منسوب الوزارة لخلق روح التنافس والتمييز لأداء دورهم على الوجه الأكمل ومناشدا بإنشاء قاعدة لمنسوب الوزارة وفقا للتخصصات الدقيقة والتمييز البهني والإداري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب قال عمر هاشم رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوك الزراعي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجريدة التيار إن تأجيل الجمعية العمومية لمشروع السوك باستمرار أمر غير مقبول خاصة وأن عددا كبير من المزارعين تضرر نتيجة لتعثر إنتاج مشروع السوك وطالب عمر الجهات المختصة في مجلس تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني ووزارة العدل طالبهم بالعمل من أجل إسراعي في عقد الجمعية العمومية مؤكدا أنه وحسب الإجراءات القانونية فقد اكتملت كافة الاستعدادات من خلال حصر المزارعين وتحديد عدد جمعيات المزارعين مشيرا إلى أن كافة أصحاب المصلحة بمشروع السوك يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية التي قد تصل إلى حد المجاعة إن استمر الأمر ألا ما هو عليه جد التعجيل الرابع لمشروع منهار يعاني من خروج من العمل لمدة أربع سنوات نحن الآن ندخل في السنة الرابعة ومشروع السوكي حيكون خارج دائرة الإنتاج وده يعني أنه سبعمائة ألف نفر معناته حيواجه هذا العام مجاعة عديل قال خبراء إن مشروع التكيف المناخي اعتبر المشروع الأول من نوعه في السودان الذي يوفر إدارة المعرفة حول تدابير الناجحة للتكيف باتباع منهج النظام البيئي بالإضافة إلى تقييم وتعزيز الجدوى الاقتصادية لاتباع هذه التدابير وأشار إلى إسهام المشروع في وقف تدهور الحالي للمزارعين والرعاة والتوسع في تطبيق التكيف لصغار الرعاة والمزارعين المعتمدين على الأمطار حقيقة نحن لله سعيدين كل السعادة نكون في حفير الحواشات في محلية السلام وحقيقة هذا الحفير هو جهد مقدر من مشروع التكيف مع التغيرات المناخية إبا بتوميل من الجب وهذا المشروع هو بتصميم وإشراف هيئة ميها الشرق ولاية النيل الأبيض وحقيقة هذا الحفير هو حفير بسعة 25 ألف متر مكعب يشمل سور وأبار دخول وخروج وهذا الحفير هو يخدم عدة قرى إلى الحواشات ولاية النيل الأبيض ومحلية السلام ووحدة الراوات الإدارية هي من المحليات التي تأثرت بأثار تغير المناخ خصوصا الجفاف والفيضانات الجفاف في الفترة بداية الخريب والفيضانات أثناء الخريب فعمليات إعداد الأرض للموسم الزراعي هو زيادة الغدرة على حفظ المياه أو الحفظ المكاني للمياه لمغاومة الصبنات في فترة الموسم الزراعي واستهدف المشروع 130 أسرة بمساحة إجمالية 650 فدان يستهدف المشروع محلية السلام ومحلية قلي بعمليات الحرس العميق 650 فدان في محلية السلام ومية وخمسة فدان في محلية قلي بإجمال مستفيدين 150 مستفيد دشنت ولاية سنار سلة رمضان لشريحة الموظفين بتكلفة مالية بلغت 900 مليون جنيه يستهدف بها ما يقارب الخمسة آلاف موظف بالولاية وقال والي سنار المكلف العالم إبراهيم النور إن توفير سلة رمضان يأتي لتخفيف العبء الاقتصادي على الموظفين في ظل سعيها لتخفيف أعباء المعيشة على قطاع العاملين دشنت حكومة ولاية سنار سلة رمضان بتكلفة مالية تقدر ب900 مليون جنيه وتستهدف السلة ما يربع عن خمسة آلاف عمال بالولاية تقدمنا بالتوميل بمبلغ وغدره 900 مليون جنيه والمحتويات كانت واحد جوال سكر خمسين كيلو وزيد تزع رطل وبكت دقيق زادنا وبكت سيقل أول ورطل شاي وتلاتة كيلو عدس فراشة وتلاتة كيلو أرز فراشة بمبلغ وغدره 66 ألف لمدة عشرة شهور بواقع الشهر 6600 للعاملين بولاية السنار لتخفيف أباء المعيشة لشهر رمضان المعظم وأوبحت وزارة المالية بسنار أنها ذريت في كل عام توفير مطلوبات شهر رمضان المعظم للعاملين بالولاية وبأقصاط مريحة شركة حكومة سنار سنار عادة على تخفيف أباء الحياة عن الموظفين وعن المواطنين في خلال شهر رمضان وذلك تقوم وزارة المالية كل عام بتغطية سلة رمضان للعاملين بالولاية وقد بلغت التكلفة تدخل هذا العام 900 مليون فيما أكدت حكومة سنار اهتمامها بشريحة الموظفين والمساهمة في توفير السلع الضرورية لهم فضع عن فتح منافذ للبيع المخفض للمواطنين مستفشرين خير أنه رمضان يعني يكون أفضل من الرمضانات الثانية وخاصة لشريحة العاملين بعد وصول هذه السلة والآن هي متاحة وبمعينات وحجم مكونات كبيرة إن شاء الله ربنا يتخبل الصيام تدشين سلة رمضان بولاية سنار وجدت ارتياحا ووسط قطاع الموظفين لجيهت أن كثيرا منهم لا يستطيع توفير احتياجات الشهر الفضيل سماني أحمد عمر الشروق ولاية سنار مدينة سينجا إذا مشاهدنا في ختام نشرتنا الإخبارية نذكر بالعناوين البرهان يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان الفضيل الطهر حجر يطمئن على ترتيبات حج هذا العام جهود لإعادة تأهيل مشروع السوق الزراعي إذن مشاهدنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية دمتم في أمان الله وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة